السلام عليكم شباب يوم عدنا حلقة جديدة بسلسلة المسائل عن الموضوع المقائل الإشعاعية والسلام الإشعاعية المسألة تقول عدنا تعريمات النقل المواد المشعر يفضل أن تكون الدرعة الإشعاعية ومعدل الدرعة عند سطح الحاوية تكون من اثنين ميلي سيبرت بالساعة وتكون على بعد واحد متر ميلي سيبرت بالساعة إذا عندي محلول من مادة السيزيوم إذا نقل المخلوق المفروض تكون مع الكونكريت اللي احطها بحاوية او اصطمانة حجمها عشرين لتر والقمارتها ثلاثين سنتيمتر يعني انا عندي حاوية من البولي اثيليم معلتها ثلاثين يعني نصف القطور لخمسة عشر سنتيمتر وعندي هذا ارتفاعها خلينا نقول هو بالشكل هذا اي نخلي بها خليط من السمنت والسيزيوم محلول السيزيوم اثنين تعرفون السيزيوم هو مادة خطيرة جدا وعمل نصف مناتها قليل فالنشاط الشعائع منتها عالي صغير لذلك يفضل وهي طبعا تجي اما باودر اما سار اذا يفضل ان تنخط مع الكونكريت او مواد ثانية حتى تصير صالبة وتنخزن وتندفن مثل ما عدنا هنا راح تندفن اه بمقبرة نفايات مشعة فسا شنو عدنا عدنا لازم احسب الدوز دوز ريت على بعد مثلا خلينا نقول واحد متر مثل ما عدنا هنا التعليمات رياد قول اذا عندي يعني بلين سورس اعتبر ان هنا عندي قرص او دسك نصف القطر مع الى 15 والبعد اللي احسب بي خلينا نقولي هذا الكاشف هنا هاي المسافة هي واحد متر سجد هنا الدوز ريت الدوز ريت هنا تحسب حسب الاكتيفتي والمسافة يعني انا عندي قانون الدوز ريت اذي يصير للبين سورس اش دوت يصير باي في في غاما فاكتر للعنصر المجع وهو السيزيوم في السي اي السي اي اللي هو يصير على المتر المربع يعني يصير مثلا ميجاباكرا على سنتيمتر مربع او كذا الى اخره في لين نصف القطر سكوير بلس اتش خلينا سمي هذا اتش سكوير على اتش سكوير من هاي المعادلة اقدر احسب على بعد واحد المتر اذا كانت بلين سورس اذا كانت بلين سورس طبعا ال باي راح يروح ال سي اي راح تروح وهنا بس راح يوقع عندي بالمقام ال اتش سكوير يعني البعض يكاشف عن المصدر المشعب. الثاني عندي الار سوي بوينت وان فايف متر الاتش يصوي واحد متر. الثاني عندي الاتش دوت اللي هي بوينت وان مثل ما شايفين هنا انا عندي هنا عشرة ملي ملي رم يعني تصير بالرم عشرة ملي رم بالساعة يعني الملي اللي هي تصير عشرة اصناقص ثلاثة فيها عشرة تصير عشرة اصناقص اثنيا رم بالساعة بوينت او وان رم بالساعة. الهدع على الوين يسوي باي في القامة السيزيوم يسوي بوينت او ثري بوينت او ثري رونتجين اه في متر مربع على كوري بالاغر في الساعة. الهدع فهم بوينت او ثري بوينت تري تري. بوينت تري تري. في. اي سي اي. في لين الا since qr. بوينت تكون福 ايب فلوس وان على وان. ساصرح عشب. سارح بي değişبها بعد بوينت او وان spot vedere التقسيم باي اقو طوب في تري 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 تتقسيم لين bout. وانت فايف سكور بوس وون. الان ليس ايه 0.4 3 3 4. tra 53. رح ناجمها لكيوري. انا عدي كيوري على متر مربع. اوكي؟ هاية الاتيبيتي لكل متر مربع. حتى احاول انا بجيء ماذا حصل زيادة احتاج نسبة السيزيوم للكونكريت؟ احتاج وليومتري كونسيطريشن. يعني احتاج سي في اللي هو يصير بالكوري على المتر للمكعل. سي في شي ساوي. ساوي سي اي. في الميو تقسيم ميو تي. تي اللي هو الارتفاع مع الاصطوانة. خبنين جت المعادلة. انا عندي هنا النشاط الشاعي. اللي نوضح هاي دقطة. خلنقول انا عندي هاي الاصطوانة. اللي هو بيها بكرض لكل حجم الاصطوانة. بينما انا عندي شريحة من هاي الاصطوانة. السم كمانتها دي اكس. والاكتيفتي اللي بيها دي سي اي. يعني خلال هاي الشريحات صغيرة طمعا. فجقد خلال النقطة راح بدي منها نقطة الصفر. وهي النهاية اللي هي تي. منها من راح بدي. هنا نشاط الشاعي راح يقل. راح يصبح الاصطوانة داخل السورس نفسنا. انا اعتبر عندي سورس. يعني داخل السورس راح يصبح عندي الاصطوانة. فاذا احسب السي اي. عن نقطة معينة. بس راح تصيب. او راح او دي سي اي. يصبح سي بي. دي اكس. ماينوس ميو اكس. و كان ما يصبح عندي اي سي اي سي. يصبح عندي اتنيواتشن بهالي المنطقة. فانقول هالي اكس. فكلما ابتعد راح الاتنيواتشن يزيد. فاذا اكامل اصبح عندي سي اي. يساوي. تكامل ونصفر الى تي. سي في. آآ اكس ما ينشو ماينوس ميو اكس. والسعي سي في على ميو. وان ماينوس 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 ميو اي. ميو تي. نعم. تي لوض الكلة يعني هذا. منصفر الانهاية. كل ما ابتعد راح يزيد الاتنواشن. وراح يقل عندي الاكتويتي بهاي المنطقة. هاي البليان. هسا نكمل حسبنا احنا سي اي. طلعت عدنا بوينت فور. ثري ثري فايف. كيوري بكل متر مربع. هسا احسب سي في. سي في سياوي سي اي ميو على ماينوس اكس ماينوس ميو اكس او التي عفوا. يعني عدنا الارتفاع الاسطوانة. اه عفوا الحاروية. اه سميناتي. ستين احسب هات. عندي عشرين لتر. هي الامسة عشرين الف. اه سنتيمتر. سنتيمتر من كعب. ساوي باي. في خمستاش نسم قطر تربيع. اي تي. تي ايش راح تساوي? ام عشرين الف تقسيم. خمستاش تربيع. اطلعتنا تي. دي اثمانية بوينتو ناين سنتيمتر وتساوي. بوينتو ناين ثري متر. حس الميو عندي تي عندي اكدر احسب سيلي عندي اكدر احسب سيلي. الميو. 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 نتجد او تساوي بوينتو سيكس ايت. اه واحد على سنتيمتر. حتى احول المتر لازم اقسمها على او اضربها في مية نفس الشي. ناين سيكس بوينتا ايت. واحد على متر. اوكي. ناين سيلي اش الساوي. سي اي. point four three three five. سيكس بوينتا ايت. لازم ساوي الوحدة. لان عندي سي اي. بالمتر. كيولا على متر مربع. و الميو. بالسنتيمتر حاولتها المتر. تقسيم 1 minus exponential minus المنوع اللي هي 0.068 في 8.29. ويسا 3.45 على متر المكعب. حتى احسب الدوز ريد على سطح الحاوية. اذا احسبها على سطح الحاوية. يعني بدون مسافة. يعني كاشو يصغير مباشرة على الحاوية. اللي هي المفروض تطلع عدنا الدوز بساوي اثنين ميلي سيفرد بساعة. يقاموا الشيء قرر ساوي دي دوت ساوي 1.1 في عشرة وستثلافة في السيلي. يعني هي حسبنا 3.45 كوري على المتر المكعب. على المتر المكعب. على السنتيمتر المكعب. اصلاف نحول المتر المكعب للسنتيمتر المكعب. في عدنا السميش المال. التنسيتي مال قاما في طاقة قاما. اي قاما. سخنا سرها للتحويل. تري بوينت فور فايب. اذا احاولها لازم اضربها في تري بوينت فور فايب. على المتر المكعب. حتى احاولها الى سنتيمتر المكعب. لازم اضرب في. اذا احاولها الى مايكرو كوري. على سنتيمتر المكعب. لازم البص اضربه في عشرة او الستة. والمقامن اضربه في عشرة او الستة. يعني تقريبا نحن بقال دين اشتشي. الاف اي. التنسيتي مال قاما الاهم واحدة اللي هي. اي بوينت ايت فايب. والانرجي مالتها اللي هي. بوينت سيكس سيكس وينت فايب. ميجا دوز رايت. 1.1 X وينت وات لات لات لات. في 3.45 X 2.35 X 0.85 X 0.66.5 اتلا ان دي تساميه وطمعني. تساميه وطمعني من الليران. هذا الساعة. اكبر بهواي من الحد المسموح اللي هو اثنين ملي سيفرد بالساعة. اشفرد بالساعة كم ملي سيفرد بالساعة كم ملي سيفرد بالساعة. 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 5.7 6 0.76 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 ايتو. بكل بساطة. انا احتاج اخلي بهاي الحاوية بكل سنتيمتر مكعب. اذا اضعها في حجم الحاوية كلها. حجم الحاوية 20 لتر يعني 20.76 في 20.000 سنتيمتر مكعب. بوين سبع وثلاثين يعني 15.2 ميلي كوري اقدر اخلي بهاي الحاوية طبعا خطة الحاوية لكون كريت. واخلي بهاي الحاوية وانقل حتى صار عندي من عميلة النقل على بعد المسافة حدود المسمونخة وعلى الكاشف على التماس يطلع عندي اثنية ميلي سيفر طويل حدود المسمونخة واقدر او ادير المطموع المعطي وهاي المسألة مراتنا. تحياتي لكم. شكرا جزيلا.